ومما جاءت به الشريعة أن نظمت أحوال الناس وعلاقاتهم مع أولاتهم وحكامهم فجعلت هذا الأمر ديناً يتقرب به لله جل وعلا ومما جاءت به الشريعة في هذا الأمر أن نظمت أحكام البيعة وجعلت موضوع البيعة التي هي علاقة بين أفراد الناس وصاحب الولاية جعلته أمراً شرعياً يتقرب به لله جل وعلا ويجعل ديناً يعبد الله سبحانه وتعالى به ومن هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه فقد ورد في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقول بالحق حيث ما كنا لا نخاف في الله لومة لائم وجاء في السيرة أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانوا يحفرون الخندق كانوا يرتجزون بأبيات من الشعر تنشطهم على أعمالهم فكانوا يقولون نحن الذين بايعوا محمدا مما يدل على أن البيعة كانت بينهم وجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم كما رواه البخاري ومسلم وفي حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال باعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت قال وباعته على النصح لكل مسلم على النصح لكل مسلم ولذلك فالبيعة أمر شرعي يترتب عليه أحكام على الناس أن يتقربوا إلى الله بمراعاتها